دايماً بنقول عايز تنهض بأي دولة بتهتم بملفات رئيسية من بينها ملف التعليم وشغله وجهده وتطوير فاق التعليم وتتكلم على المدرسة وتتكلم على المناهج وتتكلم على اسلوب التعليم لكن المدرس العنصر الرئيسي فاق العملية التعليمية مش هتكلم بقى على التدريب وقومة إلى أخوة لكن بتكلم على العلاقة الإنسانية اللي المفترض تجمع ما بين الطالب وما بين المدرس يحبه طول عمرنا اللي يحب مدرس يحب المادة بتاعته اللي يحب مديرة المدرسة أو مدير المدرسة يحس بارتياح الارتياح من الولاد نفسهم من الطلبة وكمان من المدرسين ليه بقى المقدمة اللي بقولها لحضراتكم لأنه فيديو جميل شفناه وتابعناه ولنا هنا وقفة لازم نتوقف قدام الفيديو ده ونشوف بقى المشاعة الإنسانية دي لما تترجم لما مديرة مدرسة تطلع على المعاش وتلاقي ممر شرفي مع ملها يعني حوالي نصف كيلو من الولاد ومن المدرسين معانا ومشرفانا النهاردة في الحياة اليوم أساس سعاد أحمد سلامة مديرة مدرسة سابقة ببني سويف هي دي اللي شفنا الفيديو بتاعها والمشاعر الجميلة الرقية وتأثرها كمان أهلا وسهلا بيك أساس سعاد أهلا بحضراتك لك أهلا بحضراتك لك أهلا بحضراتك بصي بقى أنا طبعا شفت الفيديو وشفت الولاد والمدرسين وحضرتك ماشية في الممر الطويل وعلى بعد يعني ربعه كده لقيت طبعا التأثر وحست بقلبك ودموعك كمان وهي بتنزل يعني الأول حكي لنا إيه حكايتك مع المدرسة والولاد كنت بتعملي معهم إيه علشان يحصل المشهد الحلوة سبحان الله يعني أنا طبعا أهلا بحضراتك أهلا بيك وأهلا بمصر كلها خيرك وحبيبتنا وعشان حب البلدي أنا كنت بحب عملي واشتغلت مديرة مدرسة من 2006 أنا بشتغل مديرة مدرسة كانت استراتيجيتي في التعامل مع الطلبة الأول والمدرسين اللي إحنا جايين المدرسة لخدمة الطالب وخدمة الطالب ما بجيش من التعامل اللي هو يعني الشديد قوي اللي هو يخليك إنك إنت أيوة إنت مسيطر أنا أقدر أسيطر بحب وبتعاون وكل يشتغل بحب وكل تعاون وكل احترام والطلبة يحترمونا فكان شغلي زي ما الأم تعمل في بيتها يبقى فيه الشدة بس الشدة اللي هي اللي بالإنية والمنضبطة الشدة اللي ما تخلوش يكره يخاف يكرهك والخاف منك وفيه خوف يعني خوف إيجابي وخوف سلبي كمان كنت بابعد عنه طبعا عملت على أساس أن أنا تكون علاقات إنسانية حميمة بيني وبين المدرسين وبين الطلبة وطريق التعامل مع المدرسين بكلها رد فعلي على التعامل مع الطلبة المدرسة لما يكون مرتاح في التعامل في المدرسة مرتاح نفسيا مرتاح اجتماعيا مرتاح كل حاجة هيدي لكن لو مجدود مضغوط وطبعا الحياة بدغط والحياة صعبة وبشوف أنا الناس قدامي أنا من بين الناس من وسطيهم مش غريبة عليهم فحسب كل واحد فيهم وكان كل تعامل معهم تعامل إنساني في الأول والقوانين والقرارات والكلام ده بتتطبق برضه وانده بالحضرات فكان أنا من 2006 كنت بشتغل في مديرة مدرسة إعدادي بنات المدرسة كانت الحمد لله يعني كانت مش قوي أنا ما كنتش في دماغي إن أنا أمسك مدير المدرسة أنا كنت موجه تربية اجتماعية كويس فمدير الإدارة ورئيس مجلس أماناء الإدارة 2006 بساطة لقيتهم بعتين لي عارفينني كويس بعتين لي وقالوا لي تعالي مسيكي المدرسة في الورانية يا جماعة أحرم عليكم أنا مرتاحة وأنا كنت قالوا لي مش حدش يمسكها ويظبط غير كده والحمد لله وقد كان تخرج من عندنا في البلد كارية اسمها كارية ميدون مركز الوسطى محافظة بنسوي ما شاء الله المدرسة اسمها بقى في المحافظة مش بالشدة اللي هي تخلي الواحد يكره نفسه لا المدرسة كلها بتشتغل زي على قلب الرجل واحد كله بيخاف على الطلب كله بيخاف على بعضه كله بيخاف على دي بلدي وعيالي ولازما وستوهو يرتفع أنشطة ننفذها مهم شوفي ما كنتش بخلي أرفع مشكلة للإدارة بشكل كله بحلها في المدرسة إحنا كنا بنعود أسرة واحدة كيف نعمل أكل مع بعض بعد المدرسة نعمل في الامتحانات يعني نتجمع مع بعض ما فيش ما فيش كده مثلا جاءل على داول كان يجي مثلا حد يقول لي أقول له ده بيقول عليك ياه ده بيشكر فيه وهو ما فيه والحمد لله فعلا بتحدي بيهم في بعض بتحدي بيهم في بعض كان لها مردود كويس بعد أن خلصت يعني بسكت من 2006 ل2017 مدرسة ميدوم الإعدادية بنات رحوا بعطين لي برضو أنا كنت اشتغلت قبل ما ماجي ميدوم اشتغلت في مدرسة تعالية توفيق السنوية في الوسطة اشتغلت حوالي كامل سنين بنات ولا بانين بنات حبيتها برضو رحوا جابوني على حضرتك زي ما قلت لك على ميدوم البنات الإعدادية ورجعت بقى بعتوا لي برضو قالوا لي ايه اتقدمي علشان تمسيك ميدوم مدرسة سعداء ومجاهد السنوية كت لسه بقى استلمتها حطاب استلمتها من شهر ستة ابتدأت أنا استلمي الأساس كنت بروح استلمي بالليل يتصلوا علي يقولوا لي تعالي فيه الأساس جاي عهدة الصيانة عهدة الاقتصاد عهدة المعامل عهدة كنت باقد عربية وروح جوزي أو زميلي مدرس يطلع معايا ما كنتش بخاف من الحال لاني دول بلدي اخوات لا بقى مش يتمعرفش فين لا راحت فين لا اي وقت اروح فيه اطلع فيه على المدرسة اروح اطلع فيه يوم الجمعة اروح انتي خدت المدرسة من بابها حجر وبشر قفلتها بقى عملت لها عشان المدرسة في جنب هرم ميدون قريبة من الهرم على طول في حجر الجبل فطبعا بتتعرض ممكن تتعرض للسركة واللحاج فطبعا احنا ايه قفلناها عملنا لها حديد عملنا الشجرة عملنا الأفنية مهدناها عملنا مقاعد كل ده بمشاركة مجلس الأمانات ومن هنا انا بقدم شكري واعتزازي بأهل بلدي ومشاركتهم المجتمعية اللي ما حسسونيش ان انا محتاجة اي فلوس من اي مكان كل ما كنت انا جبت الكاميرات جابوها لي لأمور مشاركة مجتمعية لما قلت انا عايزة كاميرات بص شوف المدرسة وانا قاعدة طورت المدرسة كاميرات جبتها بناء بعدها بعدها احنا ما جبنا الكاميرات جميع المدرسة جابت الكاميرات احنا الكاميرات المدرسة ملفوفة بيها شجر المدرسة حوالي 20 قرات ملفوفة جبناها عملنا لها شجر في منتهى الروعة ايه جمال ده ايه الجمال ده المدرسة بقى أولياء الأمور نفسهم فكان ما فيش مشكلة ما فيش اي مشاكل لحد لو طالب عمل مشكلة يقول انت موجود يا قبل وبعد كده ان شاء الله الحمد لله معايا زميلي كلهم بدون استثناء جميع المدرسين بوه انت حب شغلك وحب الولاد والمدرسين الولاد كان مجيبه كمان حبينك فاب يده انا الاسف الوقت بس يعني يعني في اه عشر سوادي فحب تقولي حاجة اقول ان انا بشكر جميع زميلي اه زملائي وزميلاتي الستات والرجالة تمام على العملوه وان شاء الله المدرسة هترتفع بيهم اكتر واكتر وربنا يديك السحة وطلط العم من هنا الطلبة والطالبات بقدم لهم كل حب كل تمنياتي لهم بالتوفيق ان شاء الله يا رب ربنا وفقهم على قد الحب العطهولي زميلي وكل البلد كل المحافظة صراحة والمحافظ برضو كرمني وربنا يسعدك ويكرمك ان شاء الله في الجاي وفي ولادك ان شاء الله وتشوفي الخير اللي انت عملتينه مرضوط في ولادك بإذن الله وبركلك اليوم شونا جزيلة سعاد أحمد سلامة شرفتين ونورتين